كنت أقول لكم وذكرت الآية التي تصخه أذن كل سامع كشفت عن ساقيا لو تسمع ماذا قالوا لا تسمع ماذا قالوا حتى يبقى القرآن عظيما عليا لا تسمع ماذا قالوا ستكتب شهادتهم ويسألوه كيف طعنوا بسليمان عليه سلام الله فيما يأباه كل واحد منا على نفسه أو على أبيه جعلوه في سليمان فاضح فانصروا الله وأنبياءه ولا تكونوا كالذين أنصرون هؤلاء على الله وعلى أنبياءه ولا ينصرن الله ما ينصره إن الله قوي عزيز سنقرأ عليكم ماذا قال الله الذين أفنوا أعماره وأن صلاح الدين يجدف على المشايخ وعلى العلماء وأن صلاح الدين وهذا إثمه وهذا وزره أو أنه ينصر الله على المشايخ عندهم أنصر المشايخ ولو طعنوا في سليمان ودين سليمان وخلق سليمان وعرض سليمان وشارف سليمان أسكت عنهم وأبقها على سليمان كما قلت لكم عباد الله تفسير الجلالين هكذا اسمه لعله في أغلب البيوت مساجد المسلمين اذهب وانظر الآية الرابعة والأربعين من سورة النمو السورة السابعة والعشرين انظر عن الصرح وعن كشف الساقي وعن النورة وعن الحلقة والشعر الذي حلت انذهب انذهب وتعرف أشياخته الذين اتهم فيهم صلاح الدين إذ نصر ربه هاتي أقرأ لكم كما قلنا لكم قبل أن ندخل آية الصرح نقرأ لكم ماذا قال هذا الطبري يسمونه شنخ المفسرين وهذا الوصف كاف حتى نتبين اللي درس منا الوصف وعرف فماذا أردنا نعم قيل لها ادخلي الصرح تلون الآية العظيمة اصبروا علينا اصبروا على ما يزعمون ذكر تبعت كيف بدأ الأمر كنت أتلو عليكم الآية التي في الصفحة الآية التي تلي سورة يونس سورة غافر فصلت النور يونس فلما بدأ قال ذكر هذا شيخ المفسرين ومن الذي ذكر هكذا هذا هو ما بقي شيء ولكن ذكر بدأ الأمر العظيم بذكر أن سليمان لما أقبلت صاحبة سبأ تريده أمر الشياطين فبنوا له صرحا وهو كهيئة السطح ابدأ من هذه أمر الشياطين فبنوا له صرحا مين قال لك قيل لها ادخل الصرح مين قال لك أن الشياطين بنوه مين قال لك لعل الله خلقه لسليمان ولعل الله أمر به فبني مين قال لك فتنسبه للشياطين ولعله فوق هذا بكثير مين قال لك هذه واحد من قوارير وأجرى من تحته الماء مين قال لك كذبتك الآيات وكذبت كل من قال بقوله احمد الله من رآني أنصر الله على هؤلئك فانتفخ قلبه فليراجع دينا ومن رآني أنصر الله فنصر الله فليحمد الله هذا الرجل واحد من المسلمين واحد منه أصاب أو أخطأ أما الذي أخطأ مع الله أو رسله أخطأ خطيئة كبيرة واضح اسمع ماذا سيقول وأجرى من تحته الماء من قال لك ليختبر عقلها بذلك وفهمها سخافات مفترات اسمع كلهم يقولون فيها ماء وسمك وحيتان زاد بعضهم ضفاضة بعضهم قال دلافين بعضهم قال تماثيل دلافين أو حيتان ولكن بعضهم قال لا حيتان على الحقيقة فأنت كمؤمن كان في حيتان هكذا ولكن حقيقة أم تماثيل في هذه انت حاور إنما ليس لك كان في حيتان وكان في ماء هكذا فجلهم على ماء علما أن الله قال حسبته لجة إذ قال الله حسبته لجة اقتضاء ليس لجة إذا قال الله حسب كذا المحسوب ليس كما حسبته في الصورة نفسها في آخرها قال الله وترى الجبال تحسبها تحسبها جامدة اقتضاء ليست جامدة فقال الله وهي تمر مر السحر أعد فلما رأته حسبته لجة اقتضاء ليس لجة كل المشايخ أجرى فيه ماء كذب على الله وعلى رسله وجهل مستبين قالها أحد للناس آخذا عن المشايخ قلت له أشر لي من لجة فأشار بيده على جأجأ نحن نقول هكذا يعني إذا ملأت أرضك هكذا ماء يعني سال ماء فهكذا فهذا لا يقتضي ما فعلت الثاني أحد الذين له يعني جرأة على القول وقال فيها وظن أنه أتى بها وأبانها ولا أعلم لماذا يعني جعلها تراقص يعني كأنه يقول إن السر فيها رقصته هو هو يعني حركة جسمه ولا أحكيها حركة جسمه بالرقص هي التي تحكي وتكشف السر وهو يعلم السر الذي وراءها برقصته وموجته هو أحد الدكاترة لما قالها قال ماء وضرب فوق الماء زجاج ولكن كان الزجاج مموج هذه الكذبة جديدة ولا أسميه إيضاعا وعلوا لهذا الكتاب العظيم وقال وجعل فوق ولكذبه على الكتاب وجعل الزجاج متموجا وضرب فوق الزجاج كشافات فلما جاء الكشافات الإضاءة على تمويج الزجاج بدى كأنه يموج فقال له المستضي في الموذية أستحي الله هي كلمة يعني بالعجمة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا أعلم كيف أقول يعني كما يفعل في الحمامات قال له أنا عربتها عربتها قال له كما يفعل في الحمامات في الاستحمامات قال له تماما نعم لعلكم تجدون ولا ولد أن أهوم رجل آخر قال شبابيك ونوافذ الله أقول يا عباد الله تدارس تدبأ إذا لا تعلم لا تقل لا يضرك ولا تقتحم اللجج في سورة النور من أعظم ما أنت سامع لما كنت أقرأ عليكم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي فإذا قال الله لجة فلا يكفي معه كشف ساق إذا لجة فهو كثير اختلط فلما قال الله أو كظلمات في بحر لجي ليغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير 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 صافات كل قد علم صلاته وتسويحه والله عليم بما يفعلون والله عليم هذه سورة النور لو أنهم يقرؤون لستناروا وأنير لهم جيد نرجع معه وأجرى من تحته الماء كنت ثم ولكن إذ قال لك ذكر قال لك لا تصدقني ليس معي شيء واضح أخواننا أجرى من تحته الماء ومثلت لكم يعني وهذا وهذا من كثير لما تكلم الطبري قال له من كثير إسرائيليات وهو نفسه يروي من مثلها والقرطبي أثخن في كل سامع جراحه أثخن صفحاته في الهدايا التي أرسلت بها لا يستحق الحبر الذي كتب فيه وهكذا تصير كتبا ويصيرون بشايخ ولا ينبغي لمؤمنا أن يخالفهم ويتبع الكتاب الأصل أن تدع الكتاب وتتبعهم وعلمك جهلهم وجهلهم علمك هكذا المنتهى حاش الله ليختبر عقلها بذلك ثبتنا أخواننا أن قول الطبري بالعقل باطل الصرح ليس له في هذا البتة ما كان قبله من تنكير العشر جاز لك أن تختبر فيه فمن قال بقولك ضل بضلالك انتهينا واضح واضح أنه تخطئ الطبر يا رجل تخطئ الطبر الذي أفنع وتصدق القرآن وتتدبر القرآن يا رجل وهذا لسان حال الناس الحمد لله الذي أذهب عن عبية المشيخات نفختهم ويخوفونك بالذين من دونه قال ليختبر عقلها بذلك وفهمها على نحو الذي كانت فعلك هي من توجيهها إليه الوصائف والوصفاء ليميز بين الذكور منهم والإناث معاتبة بذلك كذلك ما في ذلك فهم ما في ذلك حدثنا ابن حميد قال ابن حميد هذا متروك في الآثار في الأسانيد محمد أبو عبد الله الرازي ابن حميد متروك قصاص لا يؤخذ منه يعني متهم بالكذب فهذا الذي حدثه الأباطي التي سيقصها اسمها حدثنا فلان عن فلان عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه عن مين بعض أهل العلم انتهى ذكر لك ولا تعلم من هذا الدين إنك على الحق المبين قيل لها دخل الصرحة ننظر انظر قالت سننظر وهذا الرجل يقول لك ذكره وحدثنا وهكذا يضيعه ويرد هذا الكتاب المبين أبو الله رحمنا الله كفان الله طيب ماذا قال لك الذي لا تعلمه قال أمر سليمان بالصرح وليس من هذا شيء ولا نعلم أن سليمان أمر بالصرح ولا يعلم وقد عملته له الشياطين مصرون من زجاج كأنه الماء بياضا مين قال لك من زجاج قال إن قال الله من قوارير ألم تقرأ في سورة الإنسان أن الله قال قوارير من فضة فالفضة الزجاج من رمل تمام الزجاج عندهم الذي يعرفونه من رمل فالقارور عباد الله ليس مادة ليس مادة الزجاج مادة الفضة مادة الذهب مادة تراب مادة القارور شيء آخر يصنع من زجاج أو من فضة أو من ذهب إن شئت أو مما شئت فالقارور مصنوع من ما تشاء وليس مادة كأن تقول كرسي مما خشب يقول عاج ذهب فضة فالكرسي الآن ليس الكلام على المادة على الصنعة واضح والقارور كذلك ليست المادة حتى تقول من زجاج قال الله من قوارير أكواب من قوارير فهذا كوب المصنوع هو من قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا واضح كأنه الماء بياضا ثم أرسل الماء تحته هكذا ثم وضع له فيه سرير أو سريره فجلس عليه في الأباطيل عندهم أنه على سريره تظاهر أنه نائم حتى تتم الخدعة منهم لنا للمؤمنين ويصدقونهم بالمختلق والمخيل هكذا فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس أين أين هذا الكذب الذي أمرنا ألا نؤمن بهذا الباطل الذي لا أصطله ذكره بعض أهل العلم يا رجل الكلام الهدهد الهدهد قال جئتك من سبأ بنبأ قلت لكم متى يكون النبأ نبأ الرحمن قال نبئوني بعلم الرحمن قال نبئوني بعلم متى يكون نبأ ومتى يقبل النبأ فقال الهدهد بنبأ من سبأ بنبأ يقين يا رجل كل الذي أنت فيه شك لا نبأ فيه أيها هذا المهم فجلس عليها على سريره وعكفت عليه الطير والجن والإسر ثم قال ادخل الصرح ليريها أيها لماذا أيها هذا لماذا قال ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تخوضه قيل لها ادخله إنه صرح ممرد من قوارير فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعابها في عبادتها الشمس دون الله فقالت بقول الزنادق فوقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت وسجد معه الناس يكذبون على الله ويوهمون السامع أنهم كانوا هناك بهذه التفاصيل فوقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت وسجد معه الناس وسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع فلما رفع سليمان رأسه قال ويحكي ماذا قلت أنت ماذا تقول أنت ماذا تكذب على الله وعلى المرسلين ماذا قلت اسمع حدثنا ابن حميد متروك وضاع عن بعض أهل العلم ماذا بقي لك ذكر أن لنا هذا هو هذا الذي أباه هذا العبد هذا الذي اتبعه هذا العبد هذا العبد وليس هذا العبد حتى لا يختلط على الناس قال فلما رفع سليمان رأسه قال ويحكي ماذا قلت قالت وأنسيت قال وأنسيت ما قالت فقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت فحسن إسلامها وقيل إن سليمان إنما أمر ببناء الصرح على هو يعني يؤذي في المقالة على الله قال على ما قال الله أنا بقول على ما قال الله هو قال القول النكر لأن الجنة سليمان فعل هذا لأن الجنة خافت من سليمان أن يتزوجها فأرادوا أن يزهدوه فيها لأنه في بعض الأباطيل والأساطير أن أمها جنية وعلى خلاف أمها أو أباها أمها كانت جنية فقالوا إن تزوج وناسب الجن وصاهرهم تمكن منها لم يكن متمكنا منهم فأرادوا لهم الشياطين أن يزهدوه فيها فقالوا اسمع بعدما سمعت عن الهد وعن رب العرش العظيم وعن سليمان نعم العبد إنه أواب اسمع قالوا إن رجلها رجل حمار وإن أمها كانت من الجن اسمع العلم وفي الأباطيل والأساطير هلباء شعراء رجلها كحافر الحمار كل ساقيها شعر الكتب واضح أنا لو أتيت بالكتب يا أخوان حتى أقرأ عليكم لنقضى الوقت في الأباطيل والسخافات إنما مثلت لكم بشيخ المفسرين قالوا إن رجلها رجل حمار وإن أمها كانت من الجن فأراد سليمان أن يعلم حقيقة ما أخبرته الجن من ذلك فحتى يتأكد رجلها رجل حمار وعليها شعر أم لا صنع كل هذا حتى يرى عليها شعر أم ليس عليها شعر وانظر تفسير الجلالين روح انظر هذا بعد الطبر بستمائة سنة يعني تظاهروا على هذا وتواصوا به هذه الأباطيل واضح إخواننا إنما لما صنع للصارح فأمره الله أي يذكر أسمه في الناس وأن يستعمل ما أولاه الله من المكنة وأسال له عين القطر ولأبيه من قبله ألال له الحديد والطير والجبال والريح حتى يدعو إلى الله وحتى يذكر الناس بالله وحتى يذكر الله في العالمين فتركه سليمان هذا كله وصار شغله الشاغل أن يرى ذات شعر أم ليس ذات شعر سيقان بشعر أم بغير شعر الهدهد غار قال ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الهدهد قال هذا ثم أرون المشايخ بعدما أغار الهدهد على رب العالمين وأباه على رب العالمين لرب العالمين الهدهد يرين المشايخ أن سليمان ترك هذا كله اسمع قبل أن أنسه لماذا قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين لما هكذا يقولون ذكر له الهدهد من عظيم ملكها وعظيم عرشها خشية أن تسلم قبل أن يأخذ العرش لأنها إذا أسلمت ما حل له عرشها فأراد أن يأخذ عرشها قبل أن تسلم سمعتم يا أخوان يتهمون الأنبياء بالماكر حتى يأخذ العرش وهو الذي قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم من العرش ومن غير العرش ويذبون على الله وعلى سليمان وعلى المرسلين جميعا فأراد سليمان أن يعلم حقيقة ما أخبرته الجن بذلك وعلى هذا الكتب وغيره وغيره كثير كثير إنما الخطيئة البينة كلهم متفقون أنه أجرى تحته المال والقرآن يكذب هذا حسبته لجة اقتضاءا لا لجة يحسبون كل صيحة عليهم يعني ليس كل صيحة عليهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يعني ليسوا لؤلؤا منثورا واضح أخوان الصورة نفسها إذا ترى الجبالة تحسبها جامدا وهي تمر مرة السحلة واضح أخواني أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون يعني أكثرهم لا يسمعون أو يعقلون حسبته لجة أي ليس لجة فقال المشايخ لجة والشياطين بنوه ولا تخالفهم حاش الله الذي ملأ قلوبنا إسلاما وإيمانا بحمده وفضله أن ندع كلام الله ونصدق ونخشى في الله لوم تلائم حاش الله وكلهم موتة فنخشى الموتة أخشى موتة والحرس عليهم الحرس عليهم أضعف من هذا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز ألا تروننا كيف ننصره بقوة ونفس مسموع ولا يكادون يجدون أنصارا واضح؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر